تعالوا نعمل الطعمية المصرية متاخدش عشر دقايق اهم حاجة ان انا اكون غسلة نص كيلو فول ونقعية من قبلها بيوم يعني نقعية 24 ساعة احط عليه بصلتين زغيرين او بصلية كبيرة اربع فصوص طوم عندي كرات وكسبرة وبقدونس هخرتهم وحطوهم على الخليط اللي انا عملته بتاع الفول واضربهم في الخلاط كويس جدا جدا لحد ما ينعموا وطبعا عشان اسهل ضرب الطعمية في الخلاط بحط ربع كبية مية على الفول في الخلاط او في الكبة عشان يتفرموا كويس جدا ويبقى ناعم قوي انا بحب الطعمية تبقى ناعمة جدا علشان تبقى مقرمشة ما تبقاش خشنة وانا باكلها فاحنا بندربها مع بعض كويس قوي لحد ما تنعم بعد كده بخزنها في الفريزر في اكياس وهنشوف مع بعض هنخزنها ازاي وبطلع كل مرة كيس على قد وجبة بحيس ان انا ساعة التحمير للطعمية او ساعة الالية احط عليها التوابل اللي انا عايزيها او ممكن احط عليها بيضة او ممكن احط كربوناتو المهم ان انا بحط التوابل اللي انا عايزة احس بتعمها في الطعمية شايفين نعمة وجميلة ازاي؟ ما تنسوش اشتركوا في القناة وتعملوا لايك لو الفيديو عجبكم وكومنت عشان اعرف ايوكو في اكلاتي وحلوياتي وما تنسوش لما تحمروا الطعمية ابعتولي رأيوكو في الكومنتات طلعت حلوة ولا وحشة ورأيوكو ايه بالزبط في اكلاتي وحلوياتي الفهنة عليكم